اشتركوا في القناة لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رادة لقضاء الله تاني الأربع ركائز في أمر العقيدة لا راحة في الدنيا للمؤمن ونالكافر يعني المؤمن لا يستريح والكافر ده تعبوا مرتين يتعب في الدنيا وهو في الآخرة أشد وتعب حتى أن الروح لما تطلع من العبد سبحان الله وتصعد إلى بارئها سبحانه وتعالى تجتمع عليها الأرواح التي ماتت من قبل وسبحان الله تسألها عن فلان وفلان وفلان فسبحان الله العظيم يعني تقول الأرواح انتظروا حتى تستريح من عناء الدنيا لأن هذه الدنيا عبارة عن أحلام يقضى وانتهد سبحان الله لا راحة في الدنيا لا حيلة في الرزق نقف هنا الرزق مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ولكن العبد بأمري بسعيه يحصل الرزق ليحقق قضاء الله وقدره في رزقه ثم بأن يتقي الله رب العالمين فيما يأخذ وفيما ينفق سبحان الله وعندئذ الرزق مكفول مكفولة بركته بقدر ما يتقي العبد رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة الرزق سبحان الله يعني يعني وفي السماء رزقكم وما تعدون المنظومة بتاعت الرزق عجيبة الله عز وجل يرسل إليك دون أن تدري عشرات من البشر يؤسسون خدمة ما حتى تصل إليك أنت وسبحان الله من الذي رزقك بها إنما هو رب العباد بس عن طريق ناس أول شي يرزق الأب والأم والأم رحمة عجيبة في قلبيهما لرعايتك تصبر الأم تسعة أشهر غثيان وحم وألم حمل وقد يكون عندها أمراض معينة والأطباء يحذروها وقد يأمروها بأن تنام على ظهرها تسعة أشهر ثم تأتي أن وتتألم وتتألم بألام الوضع ولكن مجرد أن تسمع صرختك تنسى كل ألامها وتنتظر الحملة القادمة سبحان الله وبعدين تصبر على رضاعتك والصهر وكل أملها أن تنام ليدا وأن تهدأ إذا ارتفعت درجة حرارتك درجة واحدة لا يغفل جفنها من الذي وضع هذه الرحمة في قلب الأم إلا الرحمن الرحيم فالرحمة الأممية دي صورة مصغرة لرحمة الله سبحانه وتعالى اللي يخلي الأب يصبر على هذا الولد لسه ينزل من بطن أمه وبعدين طاله أسنان وبعدين يفطن وبعدين يمشي وبعدين سبحانه يكبر شوي وبعدين يروح المدارس وبعدين يعلمه وينفق عليه وكسوة الشتاء وكسوة الصيف والأمراض والفسح وتتحمل سبحان الله ما هذه إلا جزء من ملايين الأجزاء من رحمة الله سبحانه وتعالى فرب العباد أول ما رزق رزق الأب والأمة هذا جزء من الرزق الناس تظن أن الرزق ده مادة لا المادة دي آخر صفحة كما أقوله دائما في موسوعة الرزق المكونة من ملايين الصفحات يعني أوي موسوعة فيها مئات الصفحات آلاف صفحات موسوعة الرزق دي مليارات الهواء رزق الجلوس رزق الاستماع رزق الصحة رزق الزوجة الصالحة رزق نعمة الأمن رزق من أمس آمنا في بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه فكان ما حدث العبادة لله سبحانه وتعالى أعظم أنواع الرزق أن تعرف رب العباد سبحانه وتعالى أن ترجوه وأن تخافه وأن تقوب إليه وأن تلجأ إليه وأن تكون على بابه وسبحانه وتدعوه ويستجيب لك سبحان الله ولذلك العبد سبحان الله كان يتعجب وأن احنا صغار والمعلمين يعلمونا وقال يا أولادي ادعو ربنا للمسافة بين السماء والأرض دعوة تقول يا ربي يقول لبيك يا عبدي كنا نتعجب الله إذا كان سبحان الله سرعة الضوء مش عارف كام من الثانية لا إله إلا الله فما بالك الشمس بيصل ضوءها وحررتها إلى الأرض في 8 ثوان سبحان الله فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أن يستجيب لك في أقل إذا أراد شيئا يقول لك كون فيكون وبعدين وانت عندك أربع شهور كتب الله لك عمرك ورزقك حالة تنزل للدني انت مكتوب لك مثلا في رزقك هذا مائة ألف عظيم تنزل للدني بعض العباد يستبطئوا رزق الله عليه يقول أنا هنفق على العالم من المدارس تدب موظف إيه يختلس ويرتشي يدخل له في اليوم ما يدخل له من راتب المؤسسة أو المصطح الحكومية أو الخاصة أو العامة ما يدخله في شهر وشهرين فيستحلب أو يستحلي سبحان الله أو يحل لنفسه سبحان الله هذه الرشوة وابن اللتبية لما جاء ماذا قال قال جمع الرسول يجمع الزكوات من قبيلة فجاء قال هذا لكم وهذا أهدي إليه فصعد الرسول المنبر قال نرسل الواحد منكم ليجمع صدقات الزكوات يعني الزكاة ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء سبحان الله هدايا لعمى الغلول الهدايا اللي تروح للموظف في وظيفته عشان وظيفته غلول يعني تغل يوم القيامة تغل في النار أسأل الله سلامة سبحان الله يعني سيدنا عمر يقول إنما أنا وأنتم في مالكم أموال المسلمين إلا كمال اليتيم في عنق الوصي إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فخيرا فليأكل بالمعروف وسيدنا أبو بكر لما حضرت الوفاة قال يا عائشة هذا البعير وهذه الرحة أعيديها لبيت المال ليه أبتي قال حتى تكون خلافتي لكم حزبة اللي واتش الدائي سبحانه يعني الله أكبر كان عمر يقول وهو ينازع وددت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي سبحان الله العظيم فالرزق مكفول عند الله طيب أقول لك شيء المختلس اللي بيختلس واللصوص الكبار والصغار الذين يسرقون والله لو لم يسرقوا لجاءهم هذا المال حلالا إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلنه بمعصية الله فإنما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته يطلب بطاعة الله لكن لا يطلب بالمعصية فأنت رزقك مكفول بس البركة فيه بتقواك لله سبحانه وتعالى وقول للناس حسنة تكلم الكلام الصدق تقول الحق تتقل الله تسأل نفسك من أين اكتسبته وفيما أنفقته حط نفسك بإيه بسياج الدين الله عز وجل يبارك لك في مالك سبحان الله ولذلك أنت لما تتعب على أولادك وتكون حلال الولد يطلع مطيئ لا يكلفك حتى بالمسألة المادية الولد المطيئ لا يكلف أباه الولد المنحرف اللي هو يكلفه إزاي يعني يروح يدخن ها التدخين ده بفلوس يروح يصيع الصيعة ده بفلوس ما في الصيعة بلاش مش حد يقولك تعالى هنا المبنى ده للصيعة لكن المسجد ببلاي الجنة مجانة والنار هي اللي مكلفة تروح تصلي لا يحدش يطلب منك تحضر عندنا درس لا يحدش يقول لك هاتفلوس سبحان الله تقوم الليل تصوم اتنين وخمين سبحان الله لكن تروح فيلم ولا يعيش مش عارف ايه في دار معينة ولا تشوف منظر معينة تروح تدفع لازم تدفع غرام غرام يعني غرام فوق الحرام فوق فانا اقول ان الرزق مكفول لك عند الله ولا تقلق ليه يا موسى لا تخشف قال الله قال له الله سبحان الله يا موسى لا تخشف وات الرزق ما دامت خزائن مملوئة وخزائن مملوئة لا تنفد ابدا كن مع الله في مسألة الرزق كالرضيع مع امه عندما ترضعه رضعة الساعة العاشرة لا يعول هم رضعة الساعة الواحدة لا يعوش ليه لانه متوكل على الله خلي قلبك ده قلب طفولي مع الله مع السعج عشانا عشانا اقول لك ده توكل لا انا التواكل غير مطلوب التواكل مطلوب والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزقوا الطير تغذوا خماصا وتعودوا بطانة قالت النملة لسليمان يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت اكل الحبتين وعندما صار رزقي محصورا بين يديك لانه اغلق علي القارورة مع حبة القم كنت اكل يوما واصوم يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى لانه من كان رزقه على الله فلا يحزن فلا يحزن والهدهد في اخر القضية ماذا قال الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض بدأ عن الهدهد منقره لأسفل وواجه لأسفل احنا بس المخلوق الوحيد ده واجه لأعلى كل المخلوقات واجه لأسفل كان من واجب الذي يخرج الخبأ الشيء المختبئ يعني فين الذي يخرج الخبأ من واجبه في الارض والسماء يعني في السماوات والارض في السماء والارض بدأ بالسماء لانه موصول قلبه بان الرزق في السماء وما دام ان الرزقك في السماء لن يستطيع احد ان يؤثر عليه اما مسألة ده جماعة من اقاربنا واصهرنا عملين لنعمل عشان تضيق الرزق وعشان البنت لا تتزود احنا ما عندناش عقيدة ولا ايه العقيدة الايمانية تقول ان زواج البنت رزق وسوف يأتيها رزقها في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت التي تريد امها وعلى الطريقة التي يريدها الله لا على الطريقة التي تريدها امها نسأل الله ان يرزقنا يقينا وان يوسع علينا في ارزاقنا وان يبارك لنا في ارزاقنا واعمارنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته